في وقت يعيش فيه اليمنيون قلقاً من كورونا ونكبات سيول الأمطار التي ضربت عدن وصنعاء وأخيراً مأرب فوجئ سكان أمانة العاصمة وخولان بغارات أقضت مضاجعهم جاءت الغارات بعد نحو أسبوع من الهدنة التي أعلنها التحالف من طرف واحد استجابة لدعوة الأمم المتحدة لتوحيد الجهود لمواجهة كورونا مصدر مطلع قال لبلقيس إن التحالف لم يعلن قيامه بهذه الغارات مع أن الواقع يقول أن لا جهة يمكنها أن تقصف أهداف حوثية سوى التحالف في هذا السياق قالت الشرعية إن ميليشيا الحوثين ارتكبت 183 اعتداءاً على مواقع وقوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات مستغلة التزام الجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ الخميس الماضي من جانب واحد استجابة لدعوة الأمم المتحدة متحدث الحوثيون قال إن الدعاء وقف إطلاق النار ليس إلا مناورة مكشوفة ومفتوحة وهي الهدنة التي لم يقبلها الحوثيون أصلاً هذه المستجدات جاءت بعد ساعات من إعلان الحوثيين تقدمهم للأمم المتحدة بمقترحات تتعلق بهدنة وقبيل إفادة المبعوث الأمم لمجلس الأمن عن مستجدات الوضع في اليمن ووسط هذه التراشقات بين التحالف والحوثيين يقف اليمنيون شمالاً وجنوباً على أعصابهم في انتظار حل نهائي حقيقي يوقف الحرب التي يدفع ثمنها الشعب على مرءاً من المجتمع الدولي الذي يستخدم المأساة اليمنية للمناورة حيناً وللابتزاز السياسي أحياناً كثيرة